عايزة أوريكو برضو ردود أفعال الصحف المغربين كملها وأيضا الصحف الإسبانية بعد الخسارة إسبانيا قدام المنتخب المغربي أتكلمنا عن موقع البطولة صحيفة المنتخب كمان بتتكلم عن الانتصار وبتقول الأصود تقهر المطادور الإسباني ويعبرونا للربع اللي هو طبعا ربع النهائي أو دور الثمانية موقع اللي تلتمائة وستين بقول المغرب بيقدم مباراة بطولية في كأس العالم والملك محمد السادس يهنئ الأصود بإنجازهم التاريخي ده الصحافة المغربية أما في إسبانيا ردود الأفعال غاضبة جدا المركة الإسبانية بتقول المغرب ترسل إسبانيا إلى الديار الحارس المغربي ياسين بونو اللي بيلع في إشبيلية الإسبانية أو سيفية يعني قهرة منتخب إسبانيا الموندو ديبرتيفو ديبرتيفو بتقول المغرب تصنع التاريخ على حسابنا القاس الإسبانية بتقول المنتخب الإسباني مات مات يعني صدمة يعني صدمة ومات في منديال قطر 2022 مثلما حدث معنا في منديال روسيا 2018 بركلات الترجيح كمان لفت الأنظار النهاردة أو حديث العالم النهاردة كتير في الموضوع ده جونسالو راموس ده اللاعب اللي هو البديل هدف بن فيكا طبعا في بطشة برتغال وسويسرا ده البديل بتاع كريستيانو أول مباراة ليه يظهر ويشارك بشكل أساسي مع منتخب البرتغال النهاردة بيجيب 3 جون من 6 وبصنع جول يعني بيجيب جول في ديئة 17 جول أولاني ده بعد وعشرين سنة خد بالك بيجيب جول أولاني في ديئة 17 بيجيب جول في ديئة 51 عمل جول في ديئة 55 ومسجل جول في ديئة أيضا 67 ساهم باربع أهداف في دور الثمانية في دور الستاشر لكأس العالم استقالة بيرهوف أحد النجوم السابقين طبعا للمنتخب الألماني هو مدير المنتخبات الألمانية كل المنتخبات الألمانية وهو بقى اللي بيتابع التكتيك والشغل والتخطيط الكبير والعظيم اللي عامل المفترض للاتحاد الألماني اللي في الآخر خسر وخرج غير مأسوف عليه من الدور الأول استقالته من جميع المناصب بتاعته مقدرش يتحمل الضغط بعد ما اتهم من الجماهير بشكل كبير جدا هاجبوه بشكل ضخم جدا إنه هو السبب في هذا الوداع للمرة التانية على التوالي من كاس العالم لا يلقب ألمانيا وحملته مسؤولية الفشل الإداري والجمهور هناك بيتكلم إزاي يسمع بتدخل السياسة في عمل المنتخب كمان في تقارير أوروبية نقلتها المواقع بتاعتنا هنا عن إن زوجات اللاعبين في المنتخب الألماني من أهم أسباب خروج المنتخب من نهايات كاس العالم طبعا هم بيحاولوا يشوفوا أي مبررات زي ما احنا قدامنا كده حنشوف موضوع زوجات اللاعبين كده الموقع بتاعتنا نقلته لغاية ما يجهز يعني بيحاولوا يشوفوا سبب لخروج والصدمة اللي تعرض لها المنتخب الألماني بعد الفشل الزريع أو صحافة البلد الألمانية تحمل زوجات اللاعب منتخب ألمانيا مسؤولية الخروج من كاس العالم بالسبب حزنهم في المدرجات وتأثيرهم على اللاعبين بالسلب ناس بتفرح وبتزقطط وطايرة بإنجاز كبير المنتخب المغربي وناس هتفضل تجر أزيال الخيبة المنتخب الألماني مش بس أزيال الخيبة الكروية لكن أزيال كمان الخيبة السياسية اللي نالت كتير جدا من ألمانيا حتى كدولة في أهم شاعر وأحسيس الجمهور العربي بعد الأحداث اللي قاموا بيها في كاس العالم